صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة معالي وزير الثقافة جمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبد الدائم أصحاب المعالي والسعادة الشيوخ الكرام أهل المسرح عشاق المسرح ضيوف الشارقة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي هذه أيام الشارقة المسرحية إشراقة الثقافة والفن والجمال ومنارة المعرفة والتنوير التي شعت أنوارها سنة 1984 فزادت المكان منعة ورحابة وامتدادا وزانت الزمان سماحة وحكمة وإبداعا إنها أيام الشارقة المسرحية التي حملت عبء النهوض بمسرحنا بداية وامتدادا شادت دعائمه وكونت نجومه وأعلامه وراعت مواهبه ودعمت فرقه ومؤسساته وكرمت رواده وارتقت بتقاليده ومعاييره وصنعت محبيه ونقاده وصحافته إنها الأيام التي رعاها صاحب السمو حاكم الشارقة فازدهت مناظرها وتعمقت حكاياتها وتوهجت ألوانها واغتنت رؤاها وتألقت معانيها إنها أيام الشارقة المسرحية التي كلما جاءتنا جديدة ومتجددة زاهية بالعروض والندوات ولقاءات الفنية مزدهرة بجمهورها الوفي الذي يتزاحم مساء كل يوم في مداخلها وأروقتها الحضور الكريم تأتي هذه الدورة من أيامنا المسرحية بعد فترة تحضيرية امتدت لشهور عدة ويتواصل بتنسيق بين إدارة المسرح في دائرة الثقافة وجمعية المسرحيين والفرق المسرحية المشاركة اليوم نستقبل جملة من الأعمال المسرحية التي تم اختيارها بعد أن أجيزت نصوصها وعروضها عبر لجنتين محكمتين وهم من أهل الاختصاص وتمثل الأعمال المختارة أساليب فنية متعددة وأنجزها فنانون من أجيال مختلفة من الفرق والجمعيات المسرحية المحلية في أغلبها وتقدم هذه العروض على مدار أيام التظاهرة في مسارح قصر الثقافة معهد الشارقة للفنون المسرحية وجمعية المسرحيين وبيت النبودة وعددها أحد عشر عرضا حفلنا البهي نتمنى لجميع العروض التوفيق والسداد والآن يسرني أن أقدم لكم لجنة التحكيم التي تضم أسماء مسرحية عربية مرموقة نعتز بحضورها ومشاركتها أيامنا المسرحية نرحب بداية برئيس لجنة التحكيم الأستاذ الفنان انتصار عبد الفتاح انتصار عبد الفتاح من جمهورية مصر العربية مخرج مسرحي ومختص في الفنون التراثية قدم عروضه المسرحية في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية وحاز جوائز وكرم في مناسبات ثقافية وفنية في بلده وخارجه وتشارك في لجنة التحكيم الأستاذ الباحثة نوال بن إبراهيم من المملكة المغربية نوال بن إبراهيم أستاذة التعليم العالي بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في العاصمة المغربية الرباط وهي ناقدة وممثلة في مجال المسرح حازت دكتورات دولة في الجماليات المسرحية وأنجزت العديد من الأبحاث حول التراث والتلقي والنص المسرحي والفرجة الشعبية ونرحب أيضاً بالدكتور عمر نقرش من المملكة الأردنية في عضوية الجهة التحكيم عمر نقرش ممثل ومخرج وباحث حاز دكتوراه فلسفة بالأدب والنقد المسرحي شغل العديد من المهام الأكاديمية منها رئيس قسم الفنون المسرحية في الجامعة الأردنية ونائب عميد كلية الفنون والتصاميم بالجامعة ذاتها وهو محكم علمي للعديد من البحوث العلمية في الجامعات الأردنية والعربية وعضو في العديد من لجان الإشراف والتحكيم والتطوير نرحب بالدكتور الفنان عز الدين بنيت من المملكة المغربية عز الدين بنيت باحث في أنثروبولوجيا المسرح والثقافات المحلية دكتوراه في المسرح مخرج وناقد مسرحي كتب العديد من البراسات والأبحاث نرحب بالدكتور عز الدين بنيت في عضوية لجنة تحكيم الدورة التاسعة والعشرين من أيام الشارقة المسرحية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة يشارك في لجنة التحكيم الفنان الأستاذ عبدالله راشد فلنرحب ممثل ومخرج وكاتب وإداري مسرحي درس القانون بدأ نشاطه المسرحي عام 1984 أسس إلى جانب آخرين مسرح دبل فجيرة ومهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما وقد شارك به منذ تأسيسه في العام 2003 منتقياً للعروض ومديراً لمناشطه نرحب معاً بالفنان عبدالله راشد في لجنة تحكيم الدورة التاسعة والعشرين من أيام الشارقة المسرحية شكراً لأعضاء لجنة التحكيم حضورنا الجميل يحفل البرنامج الثقافي المصاحب للدورة التاسعة والعشرين من أيام الشارقة المسرحية بالعديد من الأنشطة الفكرية والفنية الموجهة لجميع عشاق المسرح بمختلف تياراتهم وأعمارهم ومدارسهم وتنظم هذه الأنشطة على مدار أيام التظاهرة خلال فترتين الصباح والمساء ويجيء في مقدمتها الملتقى الفكري تحت شعار الإخراج والسينغرافيا في المسرح المعاصر حدود العلاقة وتحدياتها وإلى جانبه هناك عشر ندوات فكرية تناقش أسئلة متنوعة في جماليات ودلالات وعناصر الفن المسرحي وتستضيف هذه الأنشطة قامات مسرحية من مختلف أنحاء الوطن العربي كما تستضيف الأيام ملتقى الشارقة الثامن لأوائل المسرح العربي الذي يستضيف ثلة متميزة من طلاب وطالبات معاهد وكليات المسرح العربية وهو ملتقى دشنته الشارقة منذ نحو عقد من الزمان استكمالاً لبرامجها ومناشطها الهادفة إلى الاهتمام بالأجيال المسرحية الشابة ودعمها وتحفيزها وسيشهد طائفة متنوعة من الورش التدريبية والمحاضرات النظرية في المعارف المسرحية بمجملها الحفل الكريم بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أطلقت دائرة الثقافة جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي سنة 2007 تقديراً وتثميناً للجهود والتجارب المسرحية الرائدة والمتميزة في الوطن العربي ومنذ تأسيسها كرمت الجائزة العديد من الأسماء المسرحية العربية واستحقها هذه السنة الفنان القدير محمد المنصور من دولة الكويت الشقيقة وفيما يلي نتابع معاً هذه المادة الفلمية حول سيرته الإبداعية الثرية موسيقى هكذا يرى محمد المنصور هذا النجم الفريد والعلم المشهور سليل أسرة فنية لامعة إزدانت سماء الكويت بها نجوماً ساطعة فاض سناؤها وتدفق على الخليج والعالم العربي بأجمل الإنجازات عبر مسيرة طويلة جاوزت الأربعين عاماً ولما يزل حاملاً مش على الإبداع مقتحماً به العتمات يمحوها يضيئها سائراً في دروب الفن إلى الصباح الجديد محمد المنصور فنان مثقف واسع للطلاع حريص على كل خطوة يخطوها في ميادين العطاء الفني يعرف كيف ينتق الأعمال التي يضع اسمه عليها وحتى ترتيبه فهو فنان يعرف قدر نفسه ولذلك فلابد من أن تكون الأعمال التي يختارها عالية الجودة فيكسبها من روحه وحضوره ما يتجاوز به الإطار المحلية إلى الفضاءين الخليجي والعربي ومازال يجول سفيراً ممثلاً لبلاده الكويت في المحافل الفنية في كل مكان من العالم مساحة زمانية شاسعة ملأها بالجهد والعمل والإخلاص وبأعمال فنية رسمت ملامح سمعته اللامعة كفنان متفرد لا يشبه إلا نفسه المبدعة الرائعة سعادتي لا توصف بحصولي على جائزة الشارقة للإبداع المسرحي وسعادتي أكبر بأنني سأستلم هذه الجائزة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات وهذا الإنجاز الأكبر والأهم خلال مشواره الفني أنتج وأنجز محمد المنصور عشرات الأعمال التي كلل بها جبين الفن ورصعه بالدرر الباهرة شارك في أكثر من أربعين مسلسلاً تلفزيونياً وقدم العديد من العروض المسرحية المشهورة المسرح، الدراما تلفزيونية، السينما، كلها مضامير مليئة بالمتعة والدهشة والالتزام صال وجال فيها محمد المنصور حاملاً رسالة الفن وهو خير من يحملها إلى حيث الغايات المرومة من كل عمل فني يشترك فيه ينتج ويبذل له قطعاً من عمره ويبث فيه من أنفاس روحه ما يجعله خالداً للأجيال القادمة ومنارة لها عبر الزمان وما فوزه هذا العام بجائزة الشارق للإبداع المسرحي العربي إلا حق له استحقه تقديراً لمسيرته الإبداعية الطويلة واحتفاءاً بتجاربه المتميزة شكراً محمد المنصور نجدد الترحيب بالجميع حرصت أيام الشارقة المسرحية على الاحتفال سنوياً بواحد من مبدعيها المحليين تقديراً للعطاء واحتفالاً بالمنجز ويجيء احتفاء الأيام بفنانيها تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله وفي هذه الدورة وقع الاختيار على الفنان القدير الدكتور حبيب غلوم